بعدما جال في الأمازون وهملايا والقطبين الشمالي والجنوبي يستفيد المستكشف مايك هورن في الأسبوع الأخيرة من فترة العزل لتمضية الوقت مع عائلته في الشاليل الذي يملكه في شاتو دي في الغرب السويسري مع مواصلة التدرب في الغابات المحيطة بمنزله إضافة إلى التحضير لمشاريعه المستقبلية وهو اختار الانتقال للعيش في هذه المنطقة الجبلية بالصدفة بعدما غادر مصقط رأسه في جنوب إفريقيا بحثا عن المغامرة ويبدل مستكشف اليوم قلقا من استمرار المخاوف التي ولدتها هذه المرحلة الخوف والشكوك أخطر من كوفيد-19 لأنها تغير ردود أفعالنا يكاد يصيبون الهوس بهذه المخاوف والخوف أمر يجب علينا أن نتعامل معه وأن نعرف كيف نسيطر عليه هذا جزء من عملي يجب علي أن أعرف سبب خوفي وشمل برنامج الأنشطة قطع الحطب للتدفئة خلال الشتاء المقبل وإجراء مسح لمعدات التزلج القديمة التي راكمها خلال سفراته هو الكتاب عن إحدى أولى مهامه الاستكشافية وليست استمرار المخاوف أوه أنه لا تدخل من قبل شكرا